أكد وزير الكهرباء والماء أحمد خالد الجسار جهوزية الوزارة لتطبيق آلية ترشيد الإنفاق وتأهيل قطاع الكهرباء وأعلن أن جدول الأعمال يتضمن أيضا تقليص ميزانية الوزارة انطلاقا من تقليص بعض المشاريع الجانبية وليس الاستراتيجية موقف الجسار سجله خلال استقبال الذي أقامته وزارة الكهرباء والماء بمناسبة تسلم الوزير الجسار حقيبة وزارة الكهرباء والماء تسلم الوزير أحمد الجسار حقيبة وزارة الكهرباء والماء وعلى جدول أعمال الوزارة العديد من الأولويات التي تأتي استجابة لخطط الحكومة منها ترشيد الإنفاق وتطبيق نظام الشرائح لأسعار الكهرباء والماء بحيث لا يمكن فصل الأولى عن الثانية الشرائح كتعرفة الكهرباء والماء هي أرخص تعرفة لم تكن في الخليج قد تكون في سائر العالم وهي ما دون المطلوبة ويجب أن تعدل حتى تكون الأمور في نصابها الهدف من التعديل هو لدفع المواطنين والمقيمين إلى ترشيد وحسن استخدام الكهرباء والماء وليس الهدف منها هو الجباية والتحصيل بقدر ما هو الهدف الترشيد أما الميزانية العامة لوزارة الكهرباء والماء فإن الوزير الجسار يؤكد أن العمل جار في الوزارة لتقليصها انطلاقا من تقليص بعض المشاريع وهو في طور الاطلاع على كافة الخطط أنا لم أطلع عليها إلى الآن ولكن بلا شك أنا أتوقعها في الإطار العام بأن المشاريع الاستراتيجية والمشاريع البنية التحتية وما يتعلق في الإسكان أعتقد هذه لن تمس إنما رح يتم التوفير فيما يتعلق في المشاريع الجانبية هذه أعتقد رح يكون فيها التوفير الوزير الجسار تسلم اليوم رسمياً وزارة الكهرباء والماء وفي جدول أعمال الوزارة سلسلة أولويات وهو يعيد بتوفير أفضل الخدمات للمستهلك وتحصيل المال العام بما يتوافق وتوجهات الحكومة جيان حبيب تليفزيون دولة الكويت